اشتركوا في القناة حيث استمع سموهما الى شرح مفصل عن منافسات الالعاب المختلفة سواء الشعبية او الالكترونية من قبل السيد محمد جناحي امين سر لجنة رياضات الموروث الشعبي كما خاض سمو نائب رئيس نادي الرفاع مباراة شرفية في لعبة كرة القدم الالكترونية فيفا دعما من سموه لهذا المهرجان الذي جاء بمبادرة كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفجة للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة ان هذا المهرجان الشعبي يساهم في تعزيز الرياضات الشعبية المعروفة عند المجتمع البحراني من خلال اقامة بطولات تنفسية لها مشيدا سموه بالتنظيم المميز للمهرجان والفعاليات المصاحبة الموجودة على هامش هذا المهرجان واكد سمو نائب رئيس ناد الرفاع ان مسجر الرياضات الالكترونية في هذا المهرجان الشعبي يساهم ايضا في اجتذاب الشباب البحريني وتعريفهم ايضا بالالعاب الشعبية كون الاجيال الجديدة مهتمة بالالعاب الالكترونية بشكل اكبر موضحا سموه ان اقامة مثل هذه الفعاليات يعكس الفخر الرائد الذي يملكه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من خلال الاتمام برياضات شعبية والالكترونية تحتضن شريحة كبيرة من الشباب اشتركوا في القناة